انا لسه بدأ يعني افرد فيها دلوقتي اهو بصوا بفردها كل طبعا بصوا الطبقات اللي انا بفردها دي هي من كلها من جوة طبقات يعني الطبقات بتاعت الزبدة من جوة كلها مخليها طبقات لازم ترشوا دقيق من تحت عشان ما تلزقش معاك وتعرفوا تلفوها هرش برضو شوية دي كده من فوق عشان الزبدة ما تطلعش معايا اهو بصوا شوية دي ونفضوهم كده اهو تمام كده بصوا عايزة بقى افرد العجينة بالشكل ده كده اهو بصوا اهو تفردوا تفردوا وكلها طبعا طبقات تمام كل العجينة اللي انا بفردها دي من جوة عبارة عن طبقات اهو اهو الحمدلله تمام بقولوا زي الفل بقول لحضرتك يا عايزة اشألت على طريق القرث السادة والجزر المحلل حاضر الجزر المحلل محلل حاضر حاضر يا حبيبي حاضر يا حبيبي بصوا انا هقطع لكم الحتة مثلا مش متسويدي عشان اواريكم من جوة العجينة بصوا كلها طبقات يعني هي طبعا رفاعة مش هتبين بس هي كل الطبقات طاعة الزبدة دي اتفردت في النص مورقة جدا تمام اهي خلاص طيب تعالوا بقى ايه نعمل ايه دلوقتي هنعمل رول هنف كده ايه نلف الرول بالشكل ده اهو واجبس كده الشكل ده اجبس تمام بصوا بلاف الرول عارفين كأني بعمل السينامون رول هو نفس الفكرة تمام اهو بابدأ اجبس بس الرول مش عايزة فراغات فيه من جوة لازم اشتغل فيه هو ساقع عشان الزبدة ما تسحش مني لان هي كل العجينة زبدة اهو بابدأ بقى ايه ألف الرول نص نص يعني نبدأ بقى ايه نلف كده في الشكل ده بقى عندي رول بالشكل اللي انت شايفينه ده هابدأ بقى ايه ألف فوق عشان عارفة تحكم فيه كده أحاول بقى ايه وهابدأ كده اجيب السكينة بساوي طبعا الاطراف حابدأ بقى تعملوها بخيط حابدأ تعملوها بسكينة بروحة تكو ميزن صباح الفل صباح النور ازايك يا حبيبي عامل ايه اخبارك ايه الحمد لله الحمد لله دايما يا حبيبي دايما عايز عارف تاريط الكريب حاضر عينينا حاضر يا ميزن ميش ميش صباحك زيل فل حبيبي هابصوا بساوي كده خليها كلها نفس الصمك خلاص عندي بقى الرنجات دي دي بتتباع في اي مكان دي اللي هتديني الشكل المزبوط لو مش موجود عندي البديل بتاعها بصراحة مش هيديني نفس الشكل يعني انا خفزة في البديل بتاعها هوريكو شكله بس مش هيديني نفس الشكل بتاع الرنج المزبوط تمام ايه الفكرة بتاعت الرنج دي ان انا عايزة لما تخمر تاخد الشكل ده الشكل الشارب ده اللي هو ما فيوش اي حاجة ولا تنزل من تحت ولا تطلع من فوق لما تخمر ولا اي حاجة من الكلام ده خلاص فبقوم مثلا اخد المقاس تاع الرنج وببدأ ايه اقطع الرول بتاعي بالراحة كده او بخيط اهو كده بالشكل ده مش عايزة اقطعه حتة واحدة كده عشان ما بوص الشكل بتاع الطبقات بصوا اهو اهو شايفين الشكل بتاع الطبقات تمام كده شايفين الزبدة كلها بالطبقات هي بينة جدا خلاص بحطها في الرنج عشان تتسوي اهي كل الطبقات هي بالزبدة كل التوريق اهو بين خلاص هبدأ حطها في الرنج بالشكل ده انا برضو ذكية بسراحة هحطها في الصج هحطها في الصج بالشكل ده اهو بصوا كده خلاص طب فيه نقطة تاني هي المفروض هتخمر فانا عشان ما تخمرش احط حاجة فوقيها ممكن تلاخر خالص احط صج فوقيهم هوريكو طب فيه بديل تاني تعالوا مثلا نحط واحدة في البخار بس هتبقى اكبر طبعا شوية الرنج اللي هتخليها على المصطرة يعني يبقى اقول لكم افكار تانية تقدروا تعملوا هيبقى طعمها حلو بس الشكل مش هيبقى مظبوط يعني بالزبط زي برا تمام اهو تعالوا نعمل واحدة في الرنج الفويل انا عاملين رنج فويل كده ما بيبقاش محمل قوي فما بيدنيش الشكل المظبوط قوي اهو هحط بس دي كده هنا ما عليش شجلتها عشان بس ايه نعملها هنا على طول خلاص وبالرنج الفويل ده هبدأ ألف الدايرة عليه بس برضو بصراحة ما بيبقاش متحكم في يعني الفويل برضو بيبقى ماي عشويتين تلاتة يعني بصراحة اهو ما برضو عملنا كده سيبت خمر فبتبدأ ايه تفك منها خلاص مرنا صباح الفل شيف عاملة ايه ازايك يا حبيبتي عاملة ايه اخبارك ايه الحمد لله حضرتك عاملة ايه كله زي الفل والله كله جميل اذا حبت قوي على بي الله يخليك تسلامي يا حبيبتي تسلامي ينفع يا شيف اعرف طريقة البيتزا حاضر عناية حبيبتي حاضر عايزة حاجة تاني شكرا يا شيف تسلامي يا حبيبتي تسلامي صباح جميل بصوا بقى المفروض ان احنا نعمل خطوة تانية فوقيها نعمل ايه اي صنية عندي او اي حاجة اقوم حطها فوق الوش كده ايه الفكرة ان انا حطها فوق الوش كده ان انا مش عايزها تخمر يعني عايزها تخمر على حاجة متساوية لما تستوي وتخمر تبقى السطح اللي فوق مستوي خلاص فطبعا دي لازم عشان لو هتعملوا الخطوة دي يبقى كله سوا واحد فاهمين الموضوع عندي يبقى كله نفسا سوا فمثلا اهو كده دول الاتنين قد بعض فببدأ احط الصاج عليهم عشان لما بسوي ما تخمرش وتطلع عندي طبقات انا هوريكوا الاتنين الفرق ما بينهم ايه خلاص طيب تعالوا بقى ايه نحطها في الفرن بس هو في غيرهم في الفرن فقى ايه اسلام يلا اسلام تعالوا وريكوا الباقي هتلي كاسلام هتلي دول تعالوا وريكوا الباقي كده